المعركة الوحيدة اللي تواجه فيها جبريل عليه السلام ضد إبليس نعم سمعتني إبليس بنفسه اللي عرشه على الماء معركة شرسة جداً كان فيها أعداد المسلمين قليلة نزل في ليلة المعركة النعاس مع المطر وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثثهم وجلس يتكلم مع الجثث اللي خلى بقية الصحابة كلهم تقشعر أجساده من الموقف اللي شافه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم حاب أقول لكم عن جدول جديد راح يصير في القناة هنا جدول جديد لتنزيل الفيديوهات بس قبل ما أبدأ هذا الجدول حاب أخذ آراكم في التعليقات الجدول هو أنه راح يكون كل جمعة قصة معركة خاضها المسلمين وفي أيام الأسبوع راح ننزل مقطع نتكلم فيه عن موضوع معين أو قصة خفيفة سريعة زي اللي أنزلها في التوك توك بس بتكون هنا بشكل احترافي المهم علينا أهم شي إنك أنت مجهزنا كاترك لأن معركة اليوم سميت بالفرقان لأنها فرقت ما بين الحق والباطل وكان أول نصر للمسلمين اللي خلى لهم هيبة في قبائل العرب معركة بدر فيها تفاصيل جدا بتخليك فخور بنفسك وكونك حفيد من أحفاد هذول الصحابة لأن اللي بتسمع اليوم مو قصة فيلم قصة حقيقية حصلت في الواقع ومشتد الأداء على المسلمين في مكة رأى النبي رؤية في المنام بأنه يهاجر من مكة لمنطقة فيها نخيل كثير فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المنطقة هي يثرب اللي هي المدينة المنورة الحين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوقت يخطط في الهجرة إلى يثرب فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم اللي في يوم إلى الأيام جاء حجاج من المدينة لمكة كانوا يبغون يحجون في مكة وكانوا يحجون المشركين في عذلك الأيام كانوا ستة أشخاص جايين من المدينة فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا فرجعوا إلى المدينة وجابوا معاهم عشرة رجال كانوا من الأوس والخزرج فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة العقبة الأولى فرجعوا إلى المدينة وعلموا الناس الإسلام ونشروا الإسلام هناك يلين صار الإسلام الأغلبية في المدينة وجاء الوقت المناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة وهنا فعليا جاء دور إبليس لأول مرة فتمثل لقريش إبليس على صورة أعرابي وراح لهم وأعطاهم رأيه أنهم يقتلون محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يهاجر وكانت هذه فكرتها وكان موافق عليها أبو جهل واللي معه خططوا في ليلة أنهم يذبحون النبي صلى الله عليه وسلم بس عرف النبي صلى الله عليه وسلم بخطتهم هذه واتفق النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إن علي رضي الله عنه ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وحصل اللي حصل وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومجموعة كبيرة من الصحابة هاجروا إلى المدينة المنورة بس أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من الصحابة تركوا أموالهم وحلالهم كل في مكة يعني كثير من أموال المسلمين كان في مكة بعد ما فشلوا قريش في قتل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خلونا نستغل أموالهم هذه وانتاج ربها في الشام فأرسلوا سيد من سادة قريش أبو سفيان أرسلوه بقافلة فيها أموال المسلمين أرسلوها للشام طبعا أبو سفيان كان من أذكى رجال قريش محنك جدا فأخذ هذه الأموال ومن كبرة ورفعتها قال ما أحتاج حتى حراس أعطوني فقط 40 شخص وطبعا 40 شخص قليل جدا أنهم يحرصون قافلة كاملة بس استهان في المسلمين وقوتهم في ذيك الوقت لأنهم كانوا ضعاف أخذوا 40 رجل في القافلة فقط يحرصون هذه القافلة فانطلقت هذه القافلة إلى الشام ووصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خبر هذه القافلة فجهز مجموعة من 200 رجل عشان يعترضون هذه القافلة وانطلقوا إلى منطقة كان اسمها ذا العشير بس وصلوا متأخرين اتمرت القافلة من هذه المنطقة من أيام حتى فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بال200 شخص هذولا إلى المدينة وفي السنة الثانية هجري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد عشان يتأكدون هل القافلة رجعت أو لا هل رجعت من الشام حركت من الشام ولا باقي فانطلقوا إلى منطقة تسمى الحوراء وشافوا فعليا قافلة أبو سفيان بس اللي ما كانوا يعرفونه أن أبو سفيان حط مناطق عشان يراقبون هل في ناس يترقبون تحركات هذه القافلة ولا لا فكان يحط زي المراقبين في الطريق عشان يشوفون هل في ناس يراقبون القافلة ولا لا هذه من حنكة أبو سفيان ففعليا تأكدوا بأن أبو سفيان راجع فرجعوا إلى المدينة وعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن القافلة حركت من الشام فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشة عشان يعترضون هذه القافلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول للصحابة اخرجوا لعل الله يرجع أموال المسلمين لهم بس ما أوجب على الصحابة أنهم يخرجون لأن الموضوع يعني اعتراض فقط لقافلة فيها أموال المسلمين ما كان في عقلهم أنه براح يتحول هذا الأمر كله لأعظم محركة في التاريخ فقام بحث الصحابة وتجهز تجهز بسيط يعني أخذ سيفه وبعض الدروع البسيطة يعني ما جهزوا مرة وتجمع تقريبا حوالي 319 رجل وما استعدوا مرة للحرب يعني أخذوا القليل فقط كانوا يظنون بأن القافلة بسيطة يعني وكان ما فيه إلا فرسان اثنين فرس الزبير بن العوام وقيل لمرثد بن المرثد وفرس المقداد كان اسمه المقداد بن الأسود وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم لمجموعتين المجموعة الأولى المهاجرين والمجموعة الثانية الأنصار ولكل واحد رايح وكان مع المسلمين سبعين بعير يأكلون منها ويركبون عليها في الطريق فكان كل ثلاثة يتناوبون على بعير واحد يعني يركبون عليه واحد يركب شويتين والثاني يمشي وهان يتبادلون الدور يقول عبدالله بن مسعود كان أبو لبابا وعلي بن أبي طالب يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بعير الله عنه قال يا رسول الله دوري لك أنا بأمشي وأنت تركب بتخلى عن دوري يا رسول الله لأجلك ما أقدر أشوفك تمشي وأنا راكب فقام أبو لبابا وقال نفس الشي قال أبدا أتخلى عن دوري حتى لأجلك يا رسول الله ما نقدر نشوفك تمشي وحنا راكبين اركب وخليك دائما على الناقة وحنا اللي بنمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأقوى مني ما أنتما بأقوى مني حل المشي ولا أنا أغنى عن الأجر منكما شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وهو نبي يقول أنا ماني غني عن الأشعر في كيف لوحنة المهم أنهم وصلوا المسلمين لمنطقة تسمى بيوت السقية كانت قريبة من المدينة شوية يعني ما طولوا المسافة جالسوا المسلمين وأسكروا هناك وبعض الصحابة رجع إلى المدينة بسبب صغر سنهم والبعض بسبب أنها تعب ولا أمور عادية يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم لأن الموضوع فقط اعتراض لقافلة فرجع البراء ابن عازب لصغر سنه ومعه واحد ثاني صغير في السن كان اسمه عبدالله ابن عمر كانوا كلهم صغار في السن فرجعوا إلى المدينة في هذا الوقت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وعدي ابن أبي الزغبة وهم من جهينة من الأنصار تحية لكل الجهنيين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوفون وين وصلت القافلة بالضبط فاتجهوا إلى بدر وجلسوا هناك يترقبون خبر القافلة يعني جلسوا هناك عشان يترقبون القافلة متى تقرب بس عند المسلمين جاء واحد من المشركين عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل مشهور بأنه في الزيء حق فزعه يقول أنا بساعدكم أنا بوقف معكم ضد قريش وهو معروف بجراءته فاستبشر الصحابة فكروا النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بأني رسول الله وبأن الله وحده لا شريك له انصدم الصحابة بأنه قال لا ما أؤمن فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستعين بمشرك بس ما أستسلم هذا المشرك وحاول فيه مرة ثانية وثالثة وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تؤمن غير كده منت داخل معنا في الجيش بس المرة الثالثة قال أؤمن بأنك رسول الله وأن الله سبحانه وتعالى لا شريك لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انضم معنا وانضم فعليا في الجيش نرجع الحين لبس وعدي رضي الله عنهما كانوا يراقبون في بدر القافلة فلمحوا القافلة جاية من بعيد شافوا القافلة فانطلقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بس أبو سفيان وقف بعيد عن بدر ونزل بنفسه يشيك من اللي في بدر يعني هو نزل بنفسه شوف كيف أبو سفيان ذكي وفعليا وصل لبدر وما لقي أحد فسأل أهل بدر فقالوا والله ما شفنا إلا ثنين يعني يجوا هنا وراجعوا يعني بس ما نعتقد أنهم وراهم شيء فقال أبو سفيان وريني ومكانهم كانوا فأشاروا له ومكانهم كانوا فراح فما لقي إلا روث خيول فجلس عند الروث هذا مسك الروث بيده وقعد يفت فت الروث بيده فاته فشاف نوى في داخل الروث فناده بصوت عالي أرسلوا ظنظمها ابن عمر إلى قريش يستنجدهم والله إن عيون محمد علينا وإنه ناوي على القافلة أما هذا الروث فهو روث أهل المدينة يعني شف دكاء أبو سفيان عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه من الروث وفعليا اتجه ظنظمها ابن عمر إلى مكة وحول أبو سفيان القافلة إلى منطقة ساحلية دخل ظنظمها ابن عمر إلى مكة وهو راكب الخيل بالعكس إلا دم وملابسه مشققه قاعد يصيح في أهل مكة محمد اعترض القافلة ومحمد صلى الله عليه وسلم ما اعترض القافلة ولا شيء فهو قبل ما يدخل المكة أخذ الخنجر وقطع إذنه فامتلى وجهه دم ومزق ثيابه وركب الخيل على قفاه ودخل مكة بقفاه وهذا معناته الاستنجاد عند العرب زمان يستنجدون بهذه الطريقة أنه يركب الحصان على قفاه أما قطع الإذن وشق الثياب مبالغة من ضمضمه وهذا من خبثة سمع صوتها أبو جهل سمع صوت النداء فقام وركب أبو جهل الخوف وقال هذا يومك يا محمد والله ما نرجع إلا براسك معنا فجهزوا دفوف الحرب وبدت أصوات القيان ترتفع عنه وجهزوا جيش من 1300 رجل مدججين بالأسلحة ومعهم 600 درع يعني عزموا الأمر أنهم ما يرجعون إلا براس محمد بس أبو سفيان يوم السأمن وعد منطقة الخطر أرسل قيس إلى مكة يقول لهم إننا حنا تمام والقافلة نجت يعني والأمور في السنبتيك يعني الأمور تحت السيطرة السادة قريش يوم سمع الخبر قالوا لا دمهم يفور ورفضوا تماما أنهم يتراجعون والأمر من رأس أبو جهل عار علينا أن نرجع بعد اللي سواه محمد هذا من الكبر أخذهم الكبر طبعا في هذا الوقت وصلهم إن محمد فقط معه 300 رجل يعني 300 رجل وحنا 1300 ونرجع والله إنها دقة طبول الحرب ولن نرجع إلا براس محمد طبعا كان معهم 100 فرس والفرسان كان يعني إذا كان فيه فرسان في الحرب طبيعي إنه يكون القوة الجيش أكبر وكان معهم 100 ناقع متجهزين تماما للحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل في ذاك الوقت لبدر وعرفه بأمر قريش وإن الأمر تحول من اعتراض قافلة إلى معركة شريسة والأمر خرج من عيد الصحابة والنبي والأمر صار أكبر من كده وكان الصحابة متوترين جدا الجميع خايف الجميع يعرف بأن أعداد المشركين جدا كبيرة ومتجهزين للحرب وإنهم ما تجهزوا ذاك التجهز للحرب وهم في الطريق بعد من قوة التوتر أكلوا المسلمين من ثمار كانت على طريقهم واللي أوجعتهم في بطونهم فأول ما وصلوا لبدر كان في بير في بدر كان يستقي منه شاب أسمر وكان يسقي لقريش طبعا قريش وصلت وهذا الشاب الأسمر كان يسقي قريش من هذا البير بس مسكوه الصحابة وسألوا كم عدد قريش فقال لهم هم والله كثير هم والله كثير عددهم شديد بأسهم قالوا الصحابة أقول لك فضربوه الصحابة عشان قال هذا الكلام فسألوا مرة ثانية وقالوا هم والله عددهم كثير وبأسهم شديد فأخذوها الصحابة النجالس يخوفهم يعني فقاموا وضربوه فجلسوا يضربون هائلين ودوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي كم عددهم فقال له يا محمد عددهم كثير والله وبأسهم شديد فجلس يحاول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كل مرة يسأله يقول له هذا الكلام فسألها النبي صلى الله عليه وسلم كم يذبحون كم يذبحون من الإبل في اليوم شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليوم عشرة عشرة من الإبل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي هم إذن ألف قالوا الصحابة يا رسول الله كيف على كل إبل مئة ففعليا شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته وفعليا عددهم ألف لأنه رجع ثلاثمائة رجل بعد ما عرفوا أن القافلة سليمة بس الألف هذولة صملوا ما بيرجعون إلا براس محمد فجأة والبرق والرعد يضربون والأمطار تنزل مطر غزير فجأة من دون أي سابق انذار تجمعوا الصحابة تحت شجرة وهم خايفين والنبي صلى الله عليه وسلم في نص المطر رافع يديه في السماء يدعيه جلس يدعي يا الله يا الله الفرج اللهم انتهلك هذه الفئة لا تعبد في الأرض مطر وليل وصباحهم موت محتم يعني كانوا في كرب شديد والصحابة واللي معهم كلهم متوترين يمحل الليل على الصحابة ولا زال المطر ينزل عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة فقالوا الصحابة والله يا رسول الله لو تخوض من البحر لأخوضناه معك انتهى والله ما نتركك لوحدك يا رسول الله ولن نفع المثل فعلة قوم موسى مع موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فشار الحباب بن المندر بشور كان جدا رائع قال يا رسول الله في أبيار كثير في بدر اش رايك يا رسول الله نردمها كلها معاد البير اللي عندنا ونتقدم بجيشنا ونخلى البير ورانا بحيث انهم يعطشون ثم يجدون موية في الأبيار الباقية انهم يحاربون عشان الماء ونحاربهم عشان الرسالة وحنا نشرب من هذا البيت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشور هذا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشور وفعليا ردموا الأبيار كلها وبعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوري الصحابة أماكن جثث سادة قريش فكان يقول هنا أبي بن خلف وهنا مكان أبو جهل وهنا فلان وهنا فلان يعني راح يكون مصرحهم في هذه الأماكن فالصحابة استبشروا دام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سادة قريش بأن مصرعهم بيكون هنا في الأمر فيه وعد من الله سبحانه وتعالى وحاشى الله سبحانه وتعالى أن يخلف وحده جاء وقت النوم والجميع مصحصح لأن بكرة موت بكرة معركة شريسة بكرة أغلبنا راح يموت في الأمر كان جدا صعب على الصحابة أنهم ينموت في الجميع كان مصحصح لكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء النعاس فقال تعالى إذ يغشاكم النعاس أمنة منه فناموا الصحابة وهم مرتاحين حتى أن المناوب اللي في الليل اللي يحرص القوم كان راسه يطيح من النوم مع أن الخوف والقلق كان مشتعل فيهم لكن الله سبحانه وتعالى أمنهم صحيوا وكانوا متوقعين أن الأرض كلها طين بس كانت الأرض عند المسلمين ثابتة أما المشركين كان الطين عندهم لزج بزيادة وصعب أنك تمشي فيه فقال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويدهيب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت أقدامكم ففعليا ثبت الله سبحانه وتعالى أقدام المسلمين والسبشر يمشاف أن قريش تعاني في المشي وأن الأمر صعب عليهم فصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وجعل وراء الصف الأول الرماح بحيث أنه إذا قدموا المشركين ينزل الصف الأول والرماح ترمي المشركين الصف المسلمين ومشركين أمامهم وكان بين المشركين إبليس إبليس بعينه وكان متشكل على سراقة يعني متشكل على هيئة سراقة وكان يقول لهم لا غالب لكم اليوم أنتم القوة العظمى الحين اليوم أحد راح يغلبكم وهذا اليوم يومكم وكان يشجعهم ويدفعهم وكان هم مصدقين بأنه سراقة وإنه فعليا بشر وإنه جالس يدفعهم وكان عند العرب زمان عادة دائما قبل المعركة يطلعون أفضل القوم للمبارزة يعني كل واحد يطلع أفضل من عنده ويتبارزون مع بعضهم يعني زي التسخيل كده فخرج من المشركين عتبه ابن ربيعة وشيبه ابن ربيعة وابن عتبه ابن ربيعة الوليد ابن عتبه ونادوا من يخرج لنا للمبارزة فقام ثلاثة من الأنصار لله درهم كان عبدالله بن رباح وعوف ومعاذ كانوا أخوان وكانوا ابن الحارث فقالوا حنا نبارسكم فقالوا المشركين من أنتم قالوا من الأنصار فردوهم وقالوا ما لنا بكم من حاجة مو أنتم هدفنا فنادوا يا محمد ما نبغى الأنصار يعني طلع لنا من قريش أولاد عمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة وعلي وعبيدة قموا فخرجوا أبطال الإسلام فوقفوا أمام المشركين فسألوهم من أنتم فقالوا حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم قالوا نحن من قريش حمزة وعلي وعبيدة فردوا عليهم قالوا نعم عرفناكم أكفاء كرام شوف يعني حتى وهم أعداء قالوا أكفاء كرام يعني شوف حتى عند العرب كان عندهم أخلاق رفيعة وعندهم كرامة وعزة وفيهم خلق مع كفرهم والحين الشباب يتهاوشون على شنطة فرزاتي يا قلبي بسم الله عليها الله مستعام بس ما بأدخل في الموضوع ده فقدم حمزة وقاتل شيبة بن ربيعة فتبارزوا واشتدت المبارزة بس أنه خرج حمزة وسيفة ملطخ بالدم فكبر المسلمين وعرفوا بأنه قتل شيبة فتقدم علي يبارز الوليد ابن عتبة فتقاتلوا واشتدت المبارزة بس أنه خرج علي برأس الوليد في يده رماه فكبر المسلمين وجاء الحين وقت عبيدة رضي الله عنه قاتل عتبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة كان من أشد القوم في القتال فتبارزوا مع بعضهم قل واحد ضرب الثاني ضربة كانت قوية اللي خل علي وحمزة يتدخنوا في الموضوع فدخلوا وضربوا عتبة ضربة قاتلة قاتلتها وجروا عبيدة إلى جيش المسلمين وكان مضروب بضربة قوية وكان عبد الرحمن بن عوف يشاهد المنظر هذا كامل يراقب المبارزة كاملة في يوم شاف عبيدة يوم انضرب ركبة شيء من الخوف فنظر عن يمينه وعن شماله يشوف أعسى في ناس يكفونه فشاف إلا شابين جنبه شابين يعني في الأربع طاعش أطفال لازالوا فقال يا الله إيش البلية اللي أنا فيها أنا الوحدي وما في أحد كفوا جنبي فما أمداه يكمل كلامه هذا إلا شاب من الشابين هذولا فقال له اشتباه في أبو جهل فقال له سمعت أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمي وسطني ما أرجع البيت إلا وقد قتلته فعرف أنهم مهم بسيطين وأنهم شجعان هذول الشابين هذولا مهم سهلين فارتاح عبد الرحمن بن عوف ارتاح شويتين الموضوع وتوكل على الله يوم شاف شجاعتهم ارتاح شوية وبدل الجيشين يستعدون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للسماء وقال يا رب يا الله اللهم آتني ما وعدتني جلس يدعي إلي انطاح رداءه فمسك أبو بكر رداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له يا رسول الله كفى يا رسول الله إن الله سيستجيب لك وسينجز لنا ما وعدنا فقال الله سبحانه وتعالى اتستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مرد فيك فحضرت الملائكة إلا إبليس اللي كان متمثل بصراقه ابن مالكي طالع ويشوف إلا جبريل نزل من السماء فتجمد إبليس وجلس يطالع في السماء وركب إبليس الخوف فهرب فمسكه الحارث ابن هشام وقال له يا سراقه أنت من أول تشجعنا والحين تهرب قال سراقه إني بريء منكم إني أرى ما لا ترم أنا جالس أشوف الملائكة إني أخاف الله والله شديد العقاب استغربوا قريش قالوا كان يشجعنا الحين والحين يقول أني أخاف الله بس ما كانوا يعرفون أنها إبليس كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية هجم المشركين على المسلمين والمسلمين ما تحركوا صف واحد كان صعب عليهم أنهم يوصلون بسبب الطين فأول ما قربوا المشركين نزل الصف الأول من المسلمين وبدوا الرماه يرمون عليهم اللي أهثر في المشركين ولخبط صفوفهم فهجموا الهجمة الأولى المشركين وكان من طبيعتهم يهجمون ويرجعون ويهجمون مرة ثانية ويرجعون كانت كذا طبيعتهم الهجمة الثانية ثبت المسلمين وقاتلوا وقاتلوا إليه آخر رمق تعب المشركين جدا وبدأ العطش يركبهم والتعب لا قدروا يمشون زي الناس وفوق ذا كلها عطش شديد فهجموا الهجم الثالثة وكانوا تعبانين من العطش تعب المشي ويوم تراجعوا من الهجم الثانية هجموا المسلمين فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اهجموا عليهم فقد ضعفوا فهجم المسلمين والملائكة كلهم فكانوا المسلمين يرون معهم قوم مع عمرهم شافوه ومن هذول القوم كان فيه اثنين جنب النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يشوفونهم كانوا لابسين لبس البياض وكانوا يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال ومن المواقف اللي حصلت عبد الرحمن بن عوف شاف أبو جهل فتذكر الشابين اللي كانوا جنبه فصاح صاح على هذول الأطفال قال لهم هذاك أبو جهل شوفوه فالتفت الشابين هذول لأبو جهل فركضوا ركضة واحدة فالأول ضرب خيل أبو جهل فطاح خيل أبو جهل والثاني ركب على راس خيل أبو جهل وطعن أبو جهل في حلقة لأنه لو طعن في أي مكان ثاني أبو جهل كان جثة ومستحيل أنه يموت من طعن واحدة فقالوا ما معنا للحلق ما رح ينجو من الحلق يا راجل منظر ما تشوفه إلا في الأفلام واحد يضرب الخيل والثاني يطلع فوق راس الخيل أطفال أعمارهم 14 سنة فطعن أبو جهل في حلقة ما مات بسرعة أبو جهل شل سيفة وضرب واحد من الشابين هذوله في كتفة واللي قطع كتفة وما كان معلق في كتفة إلا لحم بسيط يعني يده يعني يده بس معلقه بشوية من اللحم فكان يقاتل ويده هذي تضرب فيه يعني كانت تعيقها أكثر بحط يده تحت رجله وقام بسرعة إلين انقطعت وراح تشوف البطولة فكانوا يقاتلون والملائكة تقاتل معهم في يوم تعب المشركين تراجعوا وهربوا فكان المسلم يلحق المشرك فيشرد فيسمع فوق راس المشرك زي ضربة الصوت فيطيح المشرك إلا وراسه مقسوم مصفين ووجهه مخضر شفت راسه مقسوم وفيه خضار من قوة الضربة فراح واحد من الأنصار وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف اللي شافه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة يعني ملائكة السماء الثالثة ضربتها بصوت انتصل المسلمين وما استشهد من المسلمين إلا أربعة شر شخص فقط من الصحابة ومنهم الحباب رضي الله عنه اللي أشار عليهم إنهم يردمون الأبيار رضي الله عنه وأما المشركين فقتل منهم سبعين وأسر سبعين وكان من اللي قتلوا أبي بن خلف وأبو جهل وغيرهم من كبار قريش يقول عمر رضي الله عنه بعد المعركة والله إن الأماكن اللي ورانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أماكن الجثث حقتهم إن ما أخطأ في واحد إنها نفس الأماكن فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يقول أرأيتم ما وعدكم ربكم حقا فإني رأيتم ما وعدني ربي حقا استغربوا الصحابة قالوا يا رسول الله جثث ميتة كيف تقول له ماذا كان فرد النبي صلى الله عليه وسلم هو الله إنكم لستم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يستطيعون الرد ومن هنا بدى تاريخ جديد للمسلمين وصار للمسلمين هيبة في جزيرة العرب وبين القبائل كل ألين هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى إن المقطع نال على عجابك بإذن الله أشوفكم في المقاطع الجاية ولا تنسون تقولوا لي رأيكم في النظام الجديد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا